استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المقترح المقدم من شركة ماجنم العقارية لإنشاء بورغ فرابس العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة ومن المقرر أن يصل حجم استثمارات المشروع المباشرة إلى نحو مليار دولار ويأتي هذا المشروع كأحد أفضل التصميمات العالمية التي من شأنها أن تضيف بصمة معمارية مميزة تحقق الرؤية المستقبلية للدولة المصرية من خلال العاصمة الإدارية الجديدة بإنشاء مبنى بارتفاع 250 متر يحفظ على البيئة ويقلل من الإنبعاثات الكربونية وهو ما يتماشى مع توصيات مؤتمر المناخ والتي انعقدت في كاب 27 وبموجبها تلتزم مصر بتنفيذ مجموعة من استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من أثاره ترجمة نانسي قنقر